بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن الريليشن موضوع برضو جدا بسيط وسهل عمل لك هنا جدول عشا تكون أمور سهلة وبسيطة إشارة اسم الإشارة وهنا عنا إكزامبل وأول إشارة سنبلش فيها هي إشارة الأكبر نحكي عنها كريتر ذا يعني إشارة الأكبر إشارة الأكبر كيف نطلعها Shift مع الدوت Shift مع الدوت تعطيك إشارة الأكبر على سبيل المثال هل خمسة أكبر من ثلاث هون الإجابة بتكون بول يعني يا True يا False أكيد الإجابة ستكون True نخذ كمان إشارة هي الليس دان إشارة الأصغر إشارة الأصغر عشان نطلعها Shift مع الكومة اللي هي الفاصلة ثلاثة أصغر من سبعة الإجابة صحيحة True Great than or equal وهون بدها شوي التركيز ركزنا على كلمة or يعني أكبر أو يساوي و لازم تكون حاضر المحاضرة السابقة حكينا فيها على اللوجيكا هل خمسة أكبر أو تساوي خمسة كيف تحل هذه المسألة أول إشارة حالي سؤال هل خمسة أكبر من خمسة الإجابة فالس خمسة مش أكبر من خمسة طب هل خمسة تساوي خمسة يس فهاي True إذ ذكرت شو كان بيناتهم Great than or equal هاي or كيف نحولها للوجيك برافو عليك بتكون شحطتين ممتاز و شو بني أحكي False or True و زي ما أخذنا في المحاضرة السابقة دايما الor بتروح مع الصح إذا في عندك شغلة True معناته الجواب حيطلع True تذكر في الجواب هنا هل خمسة أكبر أو تساوي خمسة حيطلع الجواب عندك True فهمتك كيف خمسة أكبر من خمسة False لكن خمسة تساوي خمسة حيطلع True False or True بيطلع جواب True List than or equal أصغر أو تساوي هل اثنين أصغر أو تساوي اثنين هل اثنين أصغر من اثنين False لكن هل اثنين تساوي اثنين True False or True هيطلع جواب True Equal وهيركس فيها كثير انتبه هنا إنه ما في عندي يساوي واحدة W يساوي إذا يساوي واحدة شو معناتها Assign متعلمتك إياها صح Equal بتكون double assign هل ثلاثة تساوي تساوي ثلاثة أنشأت لك 20 relations وفي عندنا هون ملف 100 كالعادة أول إشي رح أملش فيها هي Greater than هون رح نسخ الكودي بشكل سريع لأن الأفكار بحيثها سهلة بسيطة وتسريها لوقت المحاضرة Greater than خليها تكون capital هل خمسة أكبر من 2 ونعمل لك عملية حسابية أشيطلع الجواب عن نترو يس خمسة أكبر من 2 less than هل هي تكون capital أشي تكون نفس النمط هل ثلاثة أصغر من 2 ونعمل لك عملية حسابية نفسها ككود يس ثلاثة هل هي أصغر من 2 لا إجابة false هس عندنا هون Greater than or equal هل هي هاي capital وهاي كمان capital وهاي كمان capital or جميل print Greater than or equal هل خمسة أكبر أو تساوي خمسة شو رأيك خمسة أكبر من خمسة لا false لكن خمسة تساوي خمسة فترو والأو شو حكينا هاي هالشح تطيع false or true هتطلع جواب true يما اتوقع الموضوع بالنسبة لك صار سهل صح طبق العادل كنت تلاقيه في الكيت هوب ونحن نحكي عننا less than or وهاي equal print less than or equal ثلاثة أصغر وتساوي ثلاثة يس ثلاثة أصغر من ثلاثة ثلاثة تساوي ثلاثة true false or true حيطلع جواب true آخر إشي عننا إياه أو ما قبل الأخير هي is equal يعني هي هل تساوي ولا لا وهنا نقطة تنسهاش لو سمحت اللي هي double assign مش assign وحدة لأنك لو حطيت assign وحدة ما تقع بتساوي انت إيش اليو ساوي وهو الإشي بدناش هي is equal to هل 20 تساوي تساوي 20 بإجابة true آخر إشي عننا إياه وهو not equal ونكتب هنا is capital not equal to is not equal هل العشرين لا تساوي ثلاثين يس العشرين لا تساوي ثلاثين هتلع جواب true وهي نكون خلصنا محاضرة حاب أحكي كم نقطة مهمة حتى انتبه هنا أعطيكي الأفكار أنا بشكل تدريجي لكن لازم تكون أنت بركز معي لأنه في المحاضرات القادمة كل إشي أعلمتك هي قبل هستخدمه وانت أكيد منتبه عن النقطة وهي هاب ستوب في الشرح ما بخليك تحفظ كل محاضرة تكون اعتمدة عن المحاضرات اللي قابليها رجاع حار تكون مركز في المحاضرات وان شاء الله في المحاضرات المتقدمة راح تحس بالقيمة اللي صارت عندك الإضافية في اللغة البرمجة أني هتشرح لك كل إشي بالتفصيل إن شاء الله الرليش اللي تعلمناه اليوم هتساعدنا في الكون اللي رح تكون موضوعنا بعد الميثود المحاضرة القادمة رح تكون آخر محاضرة عندنا في الأوبريتر اللي هي الأليرت مهم جدا تحضرها بعدين هننتقل في إشي اسم المثل تمنكت أفكار المحاضرة اليوم سهلة وبسيطة وكالعادة إذا حذرت المحاضرة معي للنهاية علق أي تعليق بالدكية وضيف معا الوردة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر